بطلتنا بتلاقي نفسها فجأة مجبرة تنخطب لشاب ما بتعرفه خلوكم معنا لتعرفوا القصة ومشي ماشي أصدقائنا رجعنا لكم بحكاية جديدة كاملة وقبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك واللايك وليتس جو هاي بطلتنا يا نمري واليوم عيد ميلادها السادس عشر وبتكون متحمسة لحتفال اليوم وبتقول انه عمر الستعاش هو العمر اللي بتبلش الفتاة تحس حالها نجات لما بترتب حالها وبتطلع من غرفتها بتلاقي اختها بينيو عم تحتفل فيها بالصباح ومحضرت لها كاكا وبتقولها تتمنى امنية وبتطفي لشموع مع استغراب يونميري انهم عم يحتفلوا فيها بهالوقت وبتيجي والدتها كمان وبتتمنى لها عيد سعيد وبتقولها انه في موضوع بدها تحكي معها وانه وجدها ارسل لهم فتاة ليعيش معهم بالبيت من اختياره والاسوأ انه هاد هو اللي رح يكون خطيبها لانه وجدها هيك بده يونميري بتتفاسق اكتر وبتسألهم ليش عم بيقرروا عنها بالعمر هيك اشياء فبتقولها والدتها انها لتأت بهالولد وهم صغور لكن هي ما بتتذكر انها قبلته وبتلومهم على هالمفاجأة كل هاد صار قدام الولد اللي اسمه هاكويا اللي بيخبرها انه كبر كل حياته بيسمع انهم رح ينخطبوا لبعض واضطر انه يتقبل الواقع وبيكون هادي جدا اما عن يونميري فما بتقدر تتقبل كل هالكلام ضفعة واحدة وبتعصب من الجميع وبتترك الغرفة وبعض اللحظات بتسمع صوت الجرس بتفتح الباب وبتلاقي فتاة صغيرة بتعرفها على حالها بإسم ما شيرو وبتقولها انها اخت هاكويا صغيرة وبالتالي اختها بالقانون بتكون عم تتصرف معها وكأنها فتاة ناطية وكبيرة مع انها مزرد فتاة باللي ابتدائي ما شيرو بتفوت للبيت وبتشرح لهم انها خافة ترسل اخوها لحاله ولهيك اذا تلا تأكد انها العيلة والعروس مناسبة لهاكويا وبتقول لها يونميري انها رح تكون صارمة معها لا تتأكد انها مناسبة لاخوها ولكن بتدخل اختها بينيو وبتقول انه هاكويا ما عنده اي شخصية لهلا والتنتين بيتخانعوا مع بعض لا يدافعوا عن اخوتهم بينما يونميري بتعثب وبتطلع لتشتري اغراض للطبخ والمطبخ وتحضير الطعام واول ما تطلع من البيت بتكون رح تقع وتتزحلق من الثلج ولكن هاكويا بيمسكها وبيحكي لها انه لحرافقها لانها هي اهم شخص بالنسبة لهلا نميري بتتخربط وما بتعرف شو تحكي بعد هالكلام المفازئ لها الدرجة وبيقولها هاكويا انه رح يساعدها ويحمل عنها الاكياس فبيطلعوا الاثنين سوا وبتسأله اذا فعلا يلتقوا وهم صغار فبيحكي لها انه الاثنين كانوا يلعبوا سوا دائما ولكن هي نميري انقذت بحادث ولهيك ما بتتذكر الاحداث اللي قابله وبتعتذر له عن هالشي ولما يكونوا الاثنين بالسوق بتحكي بينيو مع ماشيرو وبتطلب منها تكون لطيفة مع اختها وإلا فهي رح تتنمر عليها لانه بينيو بتحب يونيميري كتير وبتضللها وهالتحديد بيرعب ماشيرو ولهيك بتتحسن شوي بالتعامل معها لما ترجع ماشيرو بتخبر يونيميري انه هاكويا شخص طريح بشكل زاعد عن اللزوم وبيحكي كل شي بقلبه ولهيك ممكن الناس ما تتقبل في هالشي ولكن هو شخص طيب وبتقولها انه هاكويا بيعرفها من الطفولة وانه رح يتزوجها ولهيك في الموضوع ممتعق بعكسها اللي تفازقت فيه هلا والتاني يوم بيطلعوا كلهم سواء للمدرسة ما شيروا معنها طفلة اللي انها بتعرف كل شي اكتر من هاكويا وبتتصرف كأنها اخته الكبيرة بينزلوا هاكويا وينيميري للمدرسة وبتقول محتارة شو رح تحكي لرفقاتها بالمدرسة لكن بتعطيهم رفيقة بتشوفها واسمها ماما فبيعرفها هاكي على حاله كل اذب وبيقول انه خطيب يونيميري وبيتسكرها على رعاية خطيبته وبيروحوا كلهم سواء للمدرسة فبتطلب منه يونيميري انهم ما يخبر حدا بالمدرسة عن علاقتهم ببعض لحتى ما يصيروا اضحوكة ولكن المفاسعة انها بتلاقي اختهم ما شيروا كمان انتقلت لصفها مع انها مجرد طفلة فبتاخدها يونيميري لبرا وبتسألها كيف ادرى تتفوت للثانوية فبتقولها انه وصلت عائلتها كبيرة وواسعة وقالها نفوذ كبيرة وبتظهر بعدها بينيو اللي بنكتشف انها فتاة شعبية جدا بالمدرسة ومحبوبة كتير من قبل الجميع ومحترفة بالرياضة ومشاركة بمجلس الطلبة وبالنسبة لطلاب فهي الفتاة المثالية بينيو تظهر لتهدد ما شيرو وبتحكي معها بطريقة لطيفة كتير قدام الكل ولكن هي وما شيرو بيعرف انها عم بتهددها لحتى تترك صف يونيميري فبتهرب منها ما شيرو لما تشوفها وبيروح يدور عليها يونيميري وماما وبالحقيقة يونيميري بتشعر بشوي من الحزن لانها مو مسهورة متل اختها بينيو وبهاللحظة بيظهر هكوية وبيحط ايده على راسها وبيقولها انها رح تبقى نفسها وهات شي حلو وبيحاول يحسن من احساسها بدون ما تحكي اي شي تخزع ليونيميري وبتستغرب من تصرفاته اللطيفة وبيقولها لما شيرو متخبية ورا ظهره كل هالوقت ولما بيرجعوا للبيت بتظل ما شيرو مظلمة من اختلاف شخصية بانيا بالمدرسة وبالبيت وما بتتقبل انه رئيسة مجلس الطلبة هي بانيا وكمان انها اكتر فتاة شعبية فيها وبالبيت بتحاول بانيا تغريها بانها تيجي لعندها لغرفة مجلس الطلبة مقابل انها تقدم لها بعض الكوكيز ولكن لانه مصيرو خايفة منها ما بتقبل وبتجع تهرب لها لغرفة هاكويا وبتسأله ليش ما بيحكي اكتر مع فتاة احلامه يونيميري ولما بيستمعوا للطعام بتكون مصيرو رح تحكي عن الماضي لما كانت يونيميري تيجي تلعب عندهم بالجبال ولكن هاكويا بيمنعها وبنعرف انه هاكويا انقض حياة يونيميري وهم اطفال وانأذب هالحادث ولكن يونيميري فقدت الذاكرة عن هالأحداث من الصدمة لما يرجعوا للغرفة هاكويا وما سيرو بيطلب منها ما تخبر يونيميري باللي صار لحتى ما تحزن وبيقول انه مستعد يتحمل انه هو الوحيد اللي متذكرها الحدث القليم اما عن يونيميري فبيكون بالها مشغول بموضوعين شو اللي بتعرفه ما سيرو عن ماضيها وكيف ما حدا شك دخولها للثانوية مع انه شكلها انها طفلة وبتحاول يونيميري تتذكر ايشي عن طفولتها لما كانت تتروح للجبال عن جتها ما بتقدر تتذكر غير انه في بيت كبير بوضط الجبل ولكن اكتر من هيك فمخها ما بيقدر يتحمل وبالمدرسة لما تضال بينيو تضايق ماشيرو بتحاول يونيميري تهدي الوضع خصوصا بعد ما تيجي طالبة تانية من مجلس الطلبة وتاخد بينيو للمسلس يونيميري تطلب من ماشيرو توطي صوتها وهي عم تحكي انهم زاكنين كلهم سوا بنفس البيت ولكن ماشيرو بتصرق بصوت عالي وبتقول ليش ما لازم نحكي انه احنا عايشي معكم بنفس البيت وبيسمعوا كل الطلاب بالصف وبره وبينفضح السر اللي كانت يونيميري عم بتحاول تخبيه كل الوقت او جزء منه على الاقل وبايام المدرسة المعتادة وبحصة الرياضة خصيصا بتحكي ماما لماشيرو انه يونيميري فتاة مشورة كتير بين الشباب بس هي ما بتلاحظ هالشي ولكن الكل بيشوفها لطيفة وذكية وساطرة فبتحس ماشيرو بالتهديد انه ممكن حدا يسرقها من اخوها وبتروح لها تحضره وتخبره بانه لازم يعيرها انتباهة اكتر لانه كل الوقت اما نايم بالحصص او زرحان ما بيحكي معها غير كلمة او تنتين باليوم وبترجع بانيو تطلب من ماشيرو تسيب رفقتها لغرفة مجلس الطلبة لحتى تاربها الشاي والطعمها بعض الحلوة ولكن ماشيرو ما بتقبل غير لما تدعيها الفضاء الثانية المتزنة صديقة بانيو ولهيك فبتروح يونيميري مع هكوي على حالهم وبيكون الجو غريب بينهم لانهو ما بيحكي اطلاقا فبتطلب منه يسبقها للبيت وبتقول له انها راح تروح تشتري بعض المستلزمات هكوي بيحكي لها انه راح يرافقها وبتقول بنفسها انه هكوي صحيح شخص غريب ولكنه مو شخص سيء ولما يفوت هكوي ليستري الاغراض من المتزر بيموت من الزحمة وبتشتري لهم هي صحون خاصة فيهم لحتى يحسوا حالهم صار ببيتهم ولما يطلع هكوي من كل هالزحمة قدس يونيميري اكتر وبيحكي انها انسان عظيمة لانها كل يوم بتروح تفوت بين كل هالزحمة وبيكون تاني يوم يوم عطلة ولهيك بتصنع يونيميري الحلوة لمشروه البعية وبتستمتع مشروه فيهم ولكن بتستغرب انه هكوي اخوها اكل قطعته كاملة وبتحكي لينيميري انه هكوي ما بيحب الحلوة ابدا فبتخذل يونيميري لما تفكر انه اكلها كرمالها لانه بيحب اي شي بتصنعه متل ما قالها وبتعرف انه طلع لايبعد رسالة لأهله بالجبال وبوقتها بتفوت لعند اختها الكبيرة بينيو وبتسألها عن السبب اللي خلاها تقبل هالخطوبة لانه بينيو بتغاري كتير على يونيميري وبتحبها تكون بس لئلها فبتخبرها بينيو الحقيقة وبتقول انه لما كانتهم ياخدها للجبال كانت تقضي اغلب وقتها باللعب مع هكوي وبمرة لما كانوا بيلعبوا سوا انزلقت رجلها من على جرف عالي وكانت رح توقع فحاول هكوي يمسكها ولكنه وقع معها وتلقى هو الضرب الاكبر لانه حاول يحميها بجسده وانقذى كتير وصحيح انه الاثنين انقذوا الا انه اصابته كانت اكبر ولهيك فهي مدينة لقلوا بحياتها يونيميري تتذكر بعض اللقطات من الحادثة وبتحس حالها انسانة سيئة لانها نسيت الشخص اللي انقذ حياتها وتعاملت معه بهذا الشكل بعد الكلام اللي عرفته يونيميري من اختها بينيو احتارت كيف تتصرف مع هكوي وكمان مرضت وحرارتها ارتفعت فحاولت بينيو تطبخ الطعام هالمرة وخبرت ما شيرو بانها حكت لينيميري حقيقة هكوي وانقذوا لالها وبتقول انها هي السبب كل الحادثة اللي صارت لانها بوقتها بينيو طلبت من جدتها ياخد يونيميري معه للجبال بدل منها لحتى تقدر تلعب مع رفقاتها لكن بتسمعها يونيميري وبتيجي لتقولها انه ما كانت شي خطأها بس بينيو بتظل تلوم حالها وبيعرف هكوي لما يعود معهم على السفرة انه يونيميري صارت تعرف فبيحس بالاحباط وثاني يوم بتظل يونيميري مريضة ومصابة بالحمى ولهيك بتحكي بينيو لهاكوي وماشيرو بانه يونيميري رح تتغيب عن المدرسة اليوم فبيقدر هكوي انه يغيب معها بس بترفض بينيو انها تتركهم شواء لحالهم وبتقترح على يونيميري انها تبقى معها فبتصرخ عليها وبتمنعها ولهيك ما شيرو تمسك ايد هكوي وبتاخده معها للمدرسة لحتى ما يواجه صوت يونيميري المرعب وبيرجعوا من المدرسة بسرعة لحتى يقدروا يعتنيوا فيها بتهتم فيها مشيرو وبتسألها يونيميري اذا بتعرف عن الندبات الي صابت هكوي بعد الحادثة لانه يونيميري انت صابت بغيبوبة بعد الحادثة ولهيك جسمها ضعيف وبتنصاب بالامراض بس تاني يوم بتفيق يونيميري وهي لابس ملابس المدرسة وبتحكي لهم انها تحسنت ولما تشوف هكوي ما بتعرف كيف تتصرف لانها بدها تعتذر له وبتشيل نظرها عنه فبيزعى الهكوية وبيختفي بسرعة كبيرة براكض غريب وغير عادي لانه فكر انه يونيميري ما بتها تشوفه بس بعدها يونيميري بتروح لها تبحث عنه ولما تلاقيه بتقول لها اسفة بسبب اللي يصار بالجبال وبتتشكر انه انقضها حتى لو هي ما بتتذكر وبتتأسف كمان علي يصار مني شوي ولما يبتسم بتحس بخجل كبير لانه هي اول مرة بتشوفه بيبتسم يكملوا بعد طريقهم للمدرسة وبيقابلوا هناك مشيرو وبعد ما تصالحوا بتحكي يونيميري لهكوية انه سريع زدا بالركض وبتتوتر مشيرو لما تنفتح السيرة وبتحاول تتهر منها باي شكل المدرسة بتخبر يونيميري رفقتها ماما بالاخداة اللي صارت وبتحكي انها قررت بتعرف على هكوية اكتر بس ما بتعرف كيف ولما بتحاول ما متعدها وتسأل هكوية عن الاشياء اللي بيحبها بيحكي يونيميري فبتخجل وبتستغرب من اجابته وبتسأله لتجاوب بهالطريقة ولايش هي بالذات فبتقول مشيرو انها لازم هي اللي تكون خطيبة هكوية وما رح ينفع اي شخص تاني بدلها وبتحاول تقنعها انه السبب هو انها حب هكوية الاول ولكن لما بتجلس هي و هكوية لحالهم بتقول مشيرو انه لازم ينتبهوا وما يخبروها عن حقيقة عائلتهم لحتى يتأكدوا انه يونيميري واقب حب هكوية وإلا رح يكون في مشاكل لانهم مبشر كاملين وانما نصف متحولين ولما بيعدوا كلهم سوا بتترجع يونيميري انها بتسأل هكوية عن عمر ما شيرو لانها اكيد طفلة بس مع هيك قدرت تفوت مثلهم للصف التاسع هكوية بيقول انها يونيميري عمرها تسعة ولكن بيصححها وبيقول انها بصف تاسع فبتسألهم بجدية شو عم يخفوا عنها فبتعترف لها ما شيرو انها رح تطبق عمر العشرة عن قريب وبتفكرها يونيميري طال بذكية جدا وليك قدرت تتخطى صنوات دراسية وتكون معهم بنفس الصف وبيخبرها هكوية بعدها انه في حدا من عيلته رح يجي ليشوف سيري الامور والعلاقة اللي بينهم وممكن كمان يجوا لحتى يتأكدوا انه ما شيرو عم تاكل اكلات معينة لازم تتناولهم وبيجهزوا حالهم لاحتمالية قدوم ضيف جديد للبيت مع حزن ما شيرو انها رح تضطر تعكل الاكلات اليوانية التقليدية اللي ما بتحبهم اصلا وبنشوف فتاة وصلت للمدينة من الجبال بينما يونيميري راحت لتتسوى وقابلتها كوية اللي كان عم يتسوى لما شيرو كمان يونيميري بتطلب منه يرجع للبيت لتحضر هي بعض اللوازم التانية ولما بتكون بطريق رجيتها للبيت بتقابل نفس الفتاة اللي بتسألها عند شارع معين فبتقولها يونيميري انها تشارع بطريقها من نفس المكان ولهيك بتقترح عليها تتمسى معها لدلها وتساعدها بحملة الاكياس اللي معها ولما بيوصلوا المكان بتسألها يونيميري لأي بيت بتحب تروح بهالسارع وبتكون المفاجأة لما تعرف انها جاي لبيتهم والصدمة الاكبر انه هالفتاة هي والدة مصيرو هاكويا تنصدم يونيميري وما تعرف كيف تتصرف وبتتجمد بمكانها بينما مصيرو بتخاف من والدتها لانها كذبت عليها بالرسالة وخبرتها انها صارت تاكل للاكل الياباني التقليدي وبتجلس هالسيدة ببيت يونيميري وبتحكي لها انها كبرت كتير معانها لما شافتها كانت مجرد طفلة وبتحكي لها نامة حمسة لتضمها لعائلتهم لانه عدادهم بلشت تتناقص وكمان لانهم موباشر يونيميري بتتفاجأ ومشيرو بتصرخ لوالدتها بينهم لسه ما خبروها بهالشي بينما هاكويا بينصدم وبيحزن لما تحكي الحقيقة وبتبلش بعد بعض الذكريات ترجع لينيميري عن حيوان كانت تتقابله بالجبال وبتدوخ من الذكريات الغريبة والصدمة وبتعتذر لها والدة هاكويا بعد ما ترتاح بالسرير وبتقوله انه هالشي اللي صار كان بسببها لكن هاكويا بيقول انه كل شي صار كان بسببه وبعد ساعات بتفوت والدة هاكويا على غرفة يونيميري وبتعترف لها بانه هاكويا اعطاها نص طاقته لما كانت رح تموت ولانه هالطاقة موباشرية في يونيميري ما عم تقدر تتحملها وعم تمرط كل فترة وبعدها بتودع الام الجميع وبتخبرهم انها لازم تروح وبنشوفها عم بتنط على سطوح البنايات بكل سهولة بترجع بعدها تفوت لغرفة يونيميري وبتخبرها انها لما مسدت على راس هاكويا وهو صغير حسب سعادة كبيرة وليك فهو هلأ عم يعمل لها نفس الحركة تخزى اليونيميري وبتقرر انها تنام لينتهي هاليوم الغريب وبترجع والدتها تاني يوم من العمل وبتكتشف يونيميري انها كانت تعرف حقيقتهم ولكن مع هيك فهي ممتنة لهاكويا اللي انقذها بغض النظر شو حييته فبتطار يونيميري لها تصدق فعلا حييتهم مباشرة وفيهم يتحولوا وتاني يوم بتسألهم اذا هم حيوانات على شكل كلاب فبتشجعها مشرو لانها تسكرت بعض اللقطات من الماضي وبتطلب يونيميري منهم تشوف تحولهم لما يكونوا بطريقهم للمدرسة ولكن بيرفض هاكويا وبيحكي سبب الرفض هو انهم بمكان عام وبتكتشف بالمدرسة انه هاكويا طالب ذكي وحاصل على اعلى علامة من بين الجميع وبتعترف مشرو لا يونيميري بالحقيقة بينها موفدة ذكية ولكنها غضعة الجميع بعمرها لا تقدر تفوت لنفس الصف بعدها بتحاول يونيميري تعرف اكتر عن تحولهم وبتسأل مشرو اذا كل عائلتهم بالنهاية بيقدروا يتحولوا ليكونوا كلاب ولكن بيظهر انزعاج بسيط على مشرو وبتخبرها انه هي شخصيا ما بتتداع من هالاسئلة ولكن هاكويا ما رح يحب هالاشياء ومستحيل يقدر يتحول التعمها فبتفوت ماما على محادثتهم وبتذكرهم انه عيد الحب اقترب وبتسأل يونيميري شو نوع الشوكولاتة اللي رح تجهزها لهاكويا بس يونيميري بتحضر لانه هاكويا ما بيحب الحلويات فبتقترح عليها مشرو هتسأله شخصيا لحتى يتقربوا من بعض فبتروح يونيميري للصف وبتحلل شخصية هاكويا وبتعرف انه فعلا مثل الكلب بيلحاها لكل مكان وبيحبها حب غير مسروط فبتقرر تلعب بشعره مثل زمان بس بيفيء عليها وبتتوتر كتير وبتفلم منه تاخد بعدها يونيميري ماما ومسل ولا تتسوى على شوكولاتة هاكويا بس ما بتشتري شيء ولكنها بتاخد فكرة عن انواع الشوكولاتة الموجودة والنكهات وبتقرر انها تصنع له واحدة بالبيت وخلال صنعتها الشوكولاتة بتفكر يونيميري اذا لازم تقبل فكرة الزواج لانها فتاة ما عندها احلام بعكس اختها مثلا وبتستشير بنيو بهالموضوع لكن بنيو ما ساعدها متضاربة كتير بين خوفها من خسارة اختها لشخص تاني وحماسها لحتى تشوفها لابسة فستان ابيض بتسلم بعدها يونمر الشوكولاتة باليوم التالي لوالدتها واختها وحتى على ماشره وماما ولما يحين الدول اللي تعطيها للشخص اللي صنعت له اياها خصوصا تخزل وبتغير الموضوع وبالمدرسة بتكون عم بتراقبه كل الوقت بلا ما تقرر كيف راح تعطيه اياها فبيحكوا لها ماما وماشره انها عم بتضخم الموضوع ولهيك بتقرر تتشاشع وتقدم له اياها وبتاخده للسطوح سب وقتها بتشوف عدد كبير من الصناعيات اللي عم بيقدموا الشوكولاتة لبعض والحب غامر المكان فبتخزل مرة تانية وبتهرب من المكان بعدها بيفهم هكو يا انه اليوم هو يوم الحب وبيسمع من الطلاب انه لو ما تقدمت له شوكولاتة من الفتاة اللي بيحبها فهد شي معنى انها بتكرهه ولايك بيصيبوا الاحباط وبيتأخر بالرزع للبيت وحتى لما يوصل ما بيحكي مع حدا وبتعرف بعدها ماشره انه هزين لهذا السبب وبتيجي ماما لبيتهم لانها اشترت بعض الهدايا اللي كان نفسها فيها ماشره وبتسأل هكو يا اذا عجبت الشوكولاتة اللي قدمت له اياها يونيميري بيتفاجأ هكو يا لانه يونيميري حضرت له منها ولما يعرف انها حضرتها من مبارح بيطير من الفرح وبيكون سعيد ومتحمس كتير وبتحس بانيو بالغيرة وبتاخد يونيميري وماشره وبتحضنهم وبتركض فيهم وهي عم بتردد جملة هدول لقيري وباس بيروحوا يونيميري والبقية للمدرسة مثل اي يوم عادي ولكن امين تسر فتاة اسمها كونوها تهشأ بانيو كتير وبتنهر من ماشره اللي عم تسرقها منها قبل سنة بينيو سعادت كونوها لما كانت سايحة بالطريق بس كونوها صارت متعقبة لإلها وانضمت لنفس مدرستها بس لا تحاول تتقرب منها وانغاضت كفاية انه اكتشفت انه عندها اخت صغيرة لكن ظهور فتاة جديدة كمان هلأ اخذ من كونوها كل الاضواء ولهيك فاهرها بيظهر قدام نيكا وفتاة صحفية بالمدرسة اللي بتقترح عليها انها تساعدها وتبحث عن شي سيء بتقدر كونوها تبتزفي يونيميري او ما سيرو فبتروح نيكو اللي عندي يونيميري وبتخبرها انها رح تكتب مقال عنها ولهيك فبدأ تزمع معلومات عنها يونيميري بتحاول تفاهمها انها ما بتحب الشهرة ولكنكو بتصر انهم عم يكسبوا عنها مقال لانها اخت رئيسة مجلس الطلبة وبتعطيها مجموعة من الاسئلة لتجاوب لها عليهم كلهم بيكونوا اثقلة غريبة وحساسة بعدها بتروح لتجمع المعلومات من ما شيرو وبهالأثناء بتكون كونوها عم تلحقها وبتحس انه الامور خرجت عن السيطرة وانه ممكن بنيو تلومها لو اكتشفت انه هي اللي عم بتحاول تجمع معلومات عن افواتها لطغار ولهيك بتترجع نيكو انها تتوقف عن البحث لكنها ما بتقبل لانه حماسها بيمنعها وبتكمل بلحق يونميري اللي بتكون عم تمشي مع هكوها ولما بتفوت يونميري الى الحمام بيجي هكوها لعند نيكو وبيعون منها الكاميرا وبيحزف الصور وبقولها انها عم تزعج يونميري ومشيرو ولازم تتوقف لكن كونها بتلاحظ شي غريب على هكوها بيرجعوا بعدها اذا حصصهم وبيوزع الأستاذ نتائج اختبار الرياضيات اللي بتكون سيئة لهاكوها وحتى ماما فبتقترح ما تسيروا على يونميري انها تدرس اخوها وهيك بيعملوا جلسة دراسية جماعية لحتى تدرسهم يونميري الرياضيات وما بتسلس لمنكو وبتلحقهم وبتصورهم وبترسل الصورة لكونها اللي بتيجي لتحاول توقفها بس بهالوقت بتروح ماشيرو للحمامات وبتكون خايفة لانه الوقت صار متأخر فبتهرب نيكو لما تشوفها لحتى ما تلاحظها وبتركض ماشيرو لحتى توصل بسرعة وما تخاف وكل واحدة فيهم بتفكر الثانية شبع غريب ومرعب عم يلحقها وبالبيت تسأل يونميري اختها بانيو عن كنها وطبيعة شخصيتها فبتحكي انها بتنظر لها على انها اختها الكبيرة لطيفة وانثوية ومخلصة بس بوهات الجواب اللي كانت يونميري بتتوقعو وبعد تدريس يونميري لماما وهاكويا بحين وقت اختبارهم وبيكونوا خايفين ومتواترين لانهم مشاطرين بالرياضيات اما مشيرو فلو بتتساءلوا كيف نسحت فهي بتغش بالاختبارات عن طريق التنويم المغناطيسي ولايك ما حدا شك انها مو طالبة بالثانوية تنبهر يونميري بمهاراتها لما تعرفها وبتسأل هكويا اذا عنده نفسها المهارات فبيقول انه عنده نفس القدرة ولكنه ما بتضيغش لانه الطالب ثانوي حقيقي بعكس اخت الطفلة فبيعجبها جوابه وامانته ولما بيرجعوا للبيت بتظهر لهم كنها وبتطلب من يونميري انها تحكي مع مشيرو وبتخانئها بينها لازم تكون لطيفة اكتر مع بينيو بينما مشيرو بتنغط لانه بينيو عم تتحرش فيها كل اليوم بس المفاجأة لما تحس مشيرو انها كنها كمان من الجبال يعني مثلهم مو بشرية كاملة وبيحكي هاكويا بعضا انه هو كمان حسب نفس الاحثاث ولما بتروح كنها بتلاقي نكو لسه عم بتحاول تلحقهم ولكن بتخبرها انها ما قدرت تلقى اي شي عنهم بوقتها بتتسهل كنها عن مطفدهم ولما بتحلل كلامهم تعرف انهم مثلها من الجبال وموهن اما عن يونميري فبتقرر انها تخلي الموضوع سر وما تخبر اختها بينيو عن كنها لما بتسألها شو عم يتناقشوا هي ومشيروا لكن بتقولها انه سر فبتثير الفضول الشديد علب بينيو وبتحاول كل الوقت تحلل وتفهم شو ممكن يكون السر اللي عم يخفوه عنها وبعد ما ينجحوا هاكويا وماما بالاختبار بيطلعوا سواكلهم لا يكلوا ويتسوقوا وبترجع كل حقهم نكو مرات عنيه فبيظهر لها هاكويا وبيحاول يوقفها عن كتابة المقال وبيلحظوهم البقية فبتحكي لها ماما بكل صراحة انه يوني ميري ما بتحب اي حدا يكتب عنها مقالات وبتطلب منها تتوقف عن ملاحقتهم فبتعتذر نكو منها وبتنسحب وبندوح لمسهد لما بيكونوا بالمدرسة تقترح يوني ميري على ماشيرو انها تكون صداقة مع كنها طالما انهم من نفس الفصيلة لكن ماشيرو ترفض لانه كنها معجبة بينيو وبعد لحظات تحضر كنها وبتطلب من ماشيرو تيجي لتحكي معها والتنتين الغيرة والقهر والخلاف بين بعض بيكون عم يكبر بكل خطوة لدرجة انهم بيتخانقوا حتى على مين ازرع بالمشي وبيلحقهم هكو يا بلا ما يلعضوا وبتشوفهم بينيوا بالصدفة وهم عم ييتخانقوا وبيكون عندها فضول تعرف السبب لكن بتسحبها نائبة المجلس ليرجعوا للعمل التنتين بيطلعوا للسطوح لحتى يتناقشوا ولكنهم بيحسوا انه الجو بارد كتير فبيطلبوا انهم يغيروا المكان وفعلا التنتين بينطوا من على السطوح وبينزلوا بأمان وهالدليل انهم من نفس الفصيلة كونها تحكي لماشيرو انها ما رح تسامحها لانها تسللت لبيت بنيو وبوقتها حالة مشيرو بتصير غريبة مثل ما سايفين بتحاول بنيو تلحقهم لكنها ما بتلاقيهم وبتقلع يونميري انه بتأخروا بالرجعة فبتروح للطل عليهم وبهالوقت تلتقي بنيو اللي بيكون فضولها عم ياخدها لا تعرف سبب لقاء مشيرو كونها فبتسأل يونميري اللي بتقولها انه ما في شي بيعنيها اطلاقا بالموضوع فبترجع بنيو تدمر انه اختها بطلة تتشاركها اسرارها اما بالنسبة لماشيرو فبيلاقيها حقية عم تبكي بصوت عالي وبيتخل بوقتها وبيعطيها شوكولاتة لتهداء وبيسأل كونها شو عملت لاخطلة صغيرة فبتقولونها سألتهم اذا عم يسعوا خل بنيو بس كمان هاكوية بيحس بصوتها غريب بعدها ما علينا بيوطفونها انهم هم ما عم يسعوا ورا بنيو ولا مهتمين فيها فبتتحمس بعدها كونها وبتتفحص هاكوية عن قريب وبتقولون ان والدتها خبرتها انها لو لقيت حدا من فصيلتهم لازم تحصل عليه وبتحكي له تزوجني على مسامع يونميري اللي بتكون ضعبها وصلت وبتقع بعد ما تسمع هالطلب الغريب لانها مرياضية وما فيها كتير ستخبع وراها الحيط فبيلاحظوها بوقتها ولكنها بتقولهم انها ما سمعت اي شي وبتهرب وبتحاولوا هي عم تركوا تفهم اللي يصار وبتفكر انه كونها واقع بحب هاكوية بينما بيلحقها هاكوية ليوضح لها ليصار وبتخبر مسهره كونها بانه يونميري هاكوية مخطوبين لبعض وبتطلب منها ما تتقرب من اخوها هاكوية بينادي على يونميري اللي بتكون عم تركض وبيطلب منها تستنى وبيسألها اذا هي بخير فبتقوله انه كان في حديث مهم بينه وهو وكونها عن الزواج فبيقول هاكوية لكن انا وياك مخطوبين وبتسمعهم نيكل اللي لسا عم تلحقهم بعد كل هاد وبتسألهم عن هالخبر الاسطوري لكن بيتذكر هاكوية انه يونميري طلبت منه ما يخبر حدا عن موضوع خطوبتهم ولهي كبينكر الكلام وبيحكي انهم ما عم يتواعدوا فبتحس يونميري بالحزن ولما بتروح نيكو تتسأل يونميري ليش هاكوية انفر علاقتهم وبنفس اللحظة بيسألها هاكوية اذا عمل اللي بدها اياه لانه اطفل علاقة متل ما بدها فبتحس يونميري علاقتهم تعرف انها بلشت توقع بحب هاكوية وبتخزل كتير اما نيكو فبتروح تخبر كنوها باللي صار وبتحكي لها انه يونميري وهاكوية كانوا عم يحكوا عنها وبتخبر لانا كانت رح تكتب مقال عن حبهم ولكنهم للأسف انكروا فبتحس كنوها بوقتها انه في قدامها فرصة لتتزوج هاكوية طالما انه الاثنين رافضين فكرة خطوبتهم من بعض وبعد ما تتوضح شوية امور تسأل بيني ومرة تانية يونميري عن السبب اللي استمعوا فيه ما شروا كنوها فبتخبرها انها كنوها عم بتغار من تقربها الدائم لمشيره وتاني يوم لما بيكونوا رايحين للمدرسة سوا بتخبرهم ما شروا انهم ما يلوا من تقرب كنوها لهكوية لانها خبرتهم انهم مخطوبين فبتخاف يونميري انه تنتشر اشاعات سيئة عنهم وبيحتاروا شو ممكن يعملوا فبتظهر لهم كنوها من العدم وبتحكي لهم انها ما رح تستسلم ولهك فبيضل الموضوع ساغل بعد يونميري بانه كنوها واقع بحبها كيا وبتقرر انها تطلب من كنوها تخلي الموضوع سر بينهم ولهك بتقابلها وبتطلب منها الطلب فبتقول كنوها انها ما كانت اصلا رح تخبر اي حدا عن خطوبتهم ولكن هلأ فهمت اكتر انه يونميري ضافت تماما قصة الخطوبة وبتقترح عليها تنفصل عنها كيا فبوقتها تبكي يونميري وبتحس حالها ظلمتها كيا معها مع انها اكتشفت انها وقعت بحبه وبتلاحظهم بينيو اللي بتسألها عن سبب بكاءها فبتخبرها انه دخل بعض الغبار بعينها وبتمشي القصة بشكل طبيعي لحتى ما تخبرها اللي صار اما عن مشيرو فبتكون عم بتصور بانيو كل اليوم لحتى تقدم الصور لكنوها مقابل انها تخلي موضوع الخطوبة سر ولكن بتكتشفها بانيو وبتتأكد انه مشيرو بتحبها فبتهديها صورة موقعة منها بينما يونميري تصنع الكيك وبتقرر تاخد اطعام منهم لكنوها كاعتدار وبيجي لعندها هاكويا فبتقدم له اطعام منهم وبتسأله ازا لذيذة تعجب هاكويا كتير وبتحاول يونميري تفهمه انها كانت بدها تخفي الخطوبة لحتى ما حدا يستهزئ فيهم ومو لانها ما بدها تكون مخطوبة منه بس هاكويا بطيء الاستيعاب ما بيفهمشو عم بتحاول تقوله فبتدخل مشيرو وبتقوله انه يونميري عم تعترف لك بالحب وبتغزل يونميري من هالشي لكن بعقل اخونا هاكويا بيكون في احتفال كبير علي هالخبر وبيتساءل شو رح يصير بعدها وبتكون بينيو عم تستمع لكلامهم وبتعصب كتير وبتفوت تخبطه وبتطلع من الغيرة بس مشيرو تحكي له انه هلأ صار دورك لتظهر حبك لايونميري باليوم الأبيض وتقدم لها هدية تثبت اعجابك فيها بعد ما ترفت يونميري لهاكويا بانها عم بتكنله مشاعر حب الغيرة فاتت بقلب اختها بينيو وما عم تتحمل فكرة انه اختها الصغيرة ياخدها حدا تاني منها ولما يكونوا مجتمعين على طاولة الصفرة السواء بيحاولوا يكتشفوا سبب غضبها وبتقدر ماشيرو تعرف انها الغيرة وبيحاول الكل يهديها ويذكروها انها فتاة واعية ولكن بينيو تحكي انها ما رح تسمح لهم يتزوجوا لانه الموضوع مو عاجبها وبتتساعل يونميري من صباب غضب بانيو بهالوقت بالذات فبتذكرها مشيرو انها عترفت بالحب لهكويا لكن يونميري بتنحرج وبتحكي انها ما حكت هالشي بالصريح وكل الموضوع انها حكت ما بمعنى يكون هكويا خطيبي عكلا مشيرو بتحاول يتمسكهم ايدين بعض لما بيطلعوا للمدرسة وبيفكر هكويا شو ممكن يشتري هدية لها يونميري تعبر عن حب لقلها وبيقابلوا كونها بالصريق وبتطلب منها يونميري تحكي معها بالمدرسة وبالمدرسة بتقدم لها الكاكة وبتعتذر لها على المتاعب اللي سببات لهياها وبتقول لها يونميري انها بابت معنى خطوبتها من هكويا ولكن هي بتخاف من الكلام اللي رح ينحكي عنهم وبتحاول توضح لها هالموضوع فبتحسكنها انه يونميري فعلا بتحب هكويا وبتحبط لانه ما لها فرصة هلا وبينما بيكونوا ماما ومشيرو هكويا بالصف تسأل ماما عن سبب جدية هكويا وبتخبرها مشيرو بانه يونميري اتقلبت منه وبترجع يونميري للصف وهم عم يحكوا عنها وبتخجل منهم لانها لعلق معتفت بالحب ولكنها لمحت له الشعور بس ماما ومشيرو بيحكوا لها انهم لازم يتركوهم لحالهم وبيطلعوا من الصف على امل يتقربوا اكتر ويروحوا سوا بيتوتروا الاثنين ويقرروا يرجعوا للبيت سوا لكن بانيو لما تشوفهم لحالهم بتموت من الغيرة وبتموت من الطابق التاني لتحكي لهم انه خطر على مشيرو ترجع لحالها لو رح يتمشوا هدول كل يوم سوا بس بتظهر مشيرو كمان وطنتين كانوا عم يتجسسوا على يونيميري وهكوها وليك بتعصب منهم يونيميري وبتجبرهم على الاعتذار اما بالنسبة لكنها فالموضوع اللي اعترفت لها في يونيميري ازعجها ولما بتشوف نيكو اللي بتطلب منها تعطيها اين علومات عن يونيميري تتساءل ليش لسه عم تجمع عنها المعلومات مع انه يونيميري حكت لها انها ما بتحب الشهرة وليك فبتعطيها معلومات تاثها اغلبها عن بانيو وفقرة صغيرة جدا منها عن يونيميري وبتنشر المقالة بهالشكل وبتعتبر كونها انها هيك ساعدت يونيميري ولما بيرجعوا للبيت بتسأل يونيميري مشيرو عن كونها وبتخبرها القصة بين كونها وهكوية وانه مو حب ولا عجاب وانما ان كونها طلبة تتزوج هكوية لانهم من نفس الفصيل وبتحكي مشيرو لا يونيميري انها هي كمان نصفها صار من نوعهم بعد ما اعطاها هكوية نصف تقطة وهالشي معنى انه حتى يونيميري عندها بعض القدرات اللي ما بتعرف عنهم شي عكل المشيرو تغضب من يونيميري وبتحكي لها تركز على التقرب من اخوها وتنسى الامور التانية التافها وتحاول تلبس معه ملابس متطابقة تعبير عن الحب بس يونيميري بتمانع وبتسمعهم بينيو اللي بتحكي انها بتنتصر على هكوية بهالشي لانهم كانوا يلبسوا ملابس متطابقة وهم اطفال وبيجي هكوية كمان وبينوعد وبيكون بده يلبس شي متطابق مع يونيميري لكنها بترفض الفكرة تماما فبيبلش هكوية يبحث عن هدية مناسبة وبيحكي لهم تاني يوم يرجعوا لحالهم للبيت لانه رح يروح يهتم ببعض الامور وبيروح ليدور على هدية يقدمها لينيميري وبتتساءل يونيميري عن رغبة هكوية الملحة لانه يلبسوا شي متطابق فبتحكي لها مشيرو انه عم يعمل هالشي لايقدر يحس بترابط معك فبتشتري يونيميري هدية وبتقابله بالطريق وبتقدم له اياها وبتعطيه منجيل وتطابق معها وبيحس بسعادة كبيرة تظهر بعدها بانيو اللي بتلحقهم كالعادة وبتكون عم تنزف من القهر فبتقدم لها يونيميري كمان منجيل لالها ولمشيرو مختلف عن الخاص فيهم لحتى تسكتهم وبينما هكوية سعيد بهديته مشيرو عم تضغط عليه ليجيب هدية افضل واحسن وبتخليه متوتر اكتر كل الوقت وبالمدرسة بيسألوا ماما عن الاشياء اللي ممكن يونيميري تحبها لايقدر هكوية حدد شو ممكن يشتري لها لكنها بتقول له انه اليوم الابيض انتهى وهكوية لسه ما قدر شو رح يجيب وبتنصحوا انه يجيب لها شي بسيط لانه يونيميري ما رح تقبل بهدية غالية وبتفكر مشيرو كمان بانه لازم هي تقدم هدية شكر لها يونيميري على كل شي عملات العية ولهيك بتطلب من يونيميري وهكوية يرجعوا للبيت من دونها ولكنها لما تروح تتسوق تشتري شوكولاتة جواتها لعبة بتفضلها وبتصرف كل فلوسها عليها وبطريق رزعتها للبيت بيكون تأخر الوقت ولهيك بتفكر انه ما حدا رح يدر يشوفها وهي عم بتنط على سطوح البيت لترجع لكن تلمحها نيكو وبتتخبع مشيرو بعدها وبتتمنى انه ما تكون نيكو تعرفت عليها والاغلب انه نيكو فكرتها شي غريب ومش اكتر مشيرو بتحكي لها يونيميري وهكوية اللي صار معها فبتحاول يونيميري تعطبها شوي بينما هكوية بيحكي لها نفتاة سيئة وهالشي بيخليها تبكي وتحزن لانه هكوية زعل منها وبتعتذر لهم للي عملته ولما بيكونوا بالمدرسة نيكو بتخبر كونها انها شافت شبح او رجل اهلي بيطير على سطوح البنايات ورح تكتب تقرير عنه وبتكون متحمسة كتير فبتشكونها انه نيكو شافت مشيرو وبتقابلكنها بعدها بالصدفة يونيميري وهكوية لما بيكون هكوية عم يمضح بيونيميري فبتنزعج انه شافتهم متقربين وبتحكي لهم انا اسفة انها دايقتهم الفترة الماضية وبتحزن وبتقولهم انه فيهم يطلعوا موعد مع بعض وهي ما رح تهتم وبتهرب بعدها فبتعجب مشيرو هالفكرة وبتحكي لهم انه فعلا صار الوقت المناسب ليطلعوا بموعد مع بعض وفعلا بعدها بيقرروا يطلعوا سوا وبيقترحوا على مشيرو تيجي معهم لحتى ما تبقى بالبيت لحالها او مع بنيو ولهيك بيقرروا يطلعوا لا يحضروا سوا فيلم وتورجيهم يونيميري شوي من انحاء المدينة بيحضروا فيلم من اختيار مشيرو عن الفضائيين وبتاخدهم يونيميري بعدها بجولة عبر المدينة لكن بيروحوا لكل مكان بداية مشيرو وما بيستمدعوا هاكويا ويونيميري ابدا وبطريقهم للرجعة للمنزل بيحكي هاكويا لا يونيميري انه ما رح يعتبر هاد موعد ورح يطلعوا سوا بموعد جاني وبتهب رياح قوية كتير وبوقت بتلمح يونيميري الندب اللي مخبيه هاكويا بوجهه تحت شعره وبتعرف انه صابه لما انقضها وبتحس بالحزن وبتسألهم لا تتأكد اذا كان الموضوع بسببها بيحاول يكسبوا عليها ولكن بيكون الموضوع واضح لكن بتقاطعهم بانيو اللي بتظهر فجأة لانها غيرانة انه يونيميري ومشيرو سوا بدونها وبتحس يونيميري بالنزعاج من اللي صار ولما بتكون عم بتحضرهم الطعام بالبيت تطلب منها مشيرو تنسى اللي شافته وما تنزعج منه لانه هاكويا حابة يخفي عنها كل الوقت كرمالها وبتخبر مشيرو والتها باللي صار فبيرسلوا لهم رسالة بيطلبوا منهم فيها يرجعوا للبيت ولما بتفيق يونيميري تاني يوم عطلة بتحضر الفطور وبتفوت لغرفتهم لتفيقهم ولكنها بتلاقيهم اختفوا مع اقراضهم بتحس يونيميري بالصدمة وبتخبر والدتها وبينيو وبيشوفوا ملامح الحزن عليها فبيتمنوها انه مستحيل يغادروا بلا ما يوضعوهم وبيحكوا لها انهم على الاغلب عندهم عمل ضروري ولا يكغادروا واكيد رح يرجعوا لكن يونيميري تنتظرهم باليوم وما حدا بيتصل او بيحكي شي ولا حتى بيردوا على رسائلها فبتخبر الفئتها ماما باللي صار وبتقترح عليها تروح لجورهم بمنزلهم لعنها الها حق تشوف خطيبها وتعرف شو اللي صار فبتتشجع يونيميري انها تلاقيهم وفعلا بتغادر لتروح للجبال وبتطلع يونيميري بالقطار ولما بتوصل لمنطقة الجبال بيكون مليء بالتلوج والماشي فيه صارب ومتعب جدا وبيحل المسا ويونيميري لسه ما وصلت بينما بيكونوا هاكيا وماشيرو عم يلطقتوا بعض المزروعات لياخدوهم لا يونيميري كهدية لانها حكت انها رح تحططوا من مزروعاتهم بيسمع هاكيا صوتها وبيركدوا بسرعة باتجاهها وهي بتكون احتمت تحت بعض الصخور بكهف صغير لحتى يتوقف حطول التلج بيلاقيها هاكيا وماشيرو وبيسألوها شو عم تعمل بهالمكان فبتخبرهم انها قلقت عليهم وبتعرف انهم اخدوا ملابسهم ليبدلوهم وكتبهم نفس الشي وبيجبولها بعض الأطعمة من الجبال وبتكتشف انه رسائلها ما كانت توصلهم لانه ما فيه تغطية بهالمكان وبقولهم تركوا البيت او اي سي تاني ولما بتطمن يونيميري بتحس انها بلشت تفئد الوعي لانها مرضت من المشي بالبرد الشديد والتلج وبترتفع حرارة يونيميري فبيركض هاكيا لا يحضر المساعدة لهالمكان لحتى ما يعرضوها للخطر وبتبقى ماشيرو لتساعدها ولكن النار اللي اشعلوها لتضفيها بتكون رح تنطفي ولما يخف التلج شوي تطلع ماشيرو لتحضر بعض الخشب لتبقي يونيميرو دافية بس يونيميري من حرارتها العالية بتكون عم تتوهم وتلوس وبتحس انه الكل تركها ولما بتفيق تطلع لتبحث عنهم وهي مريضة كتير ولما بترجع ماشيرو وحتى هاكيا مع المساعدة ما بيلقوها فبينقسمه لالبث عنها يونيميري بتكون مشت بعيد لحالها وغميت بالطريق عند حفة جبل ولما تفيق بتمشي شوي باتجاه الحفة فبيتفتت التلج وبتوعي يونيميري لكن هاكيا بيركض بسرعة كبيرة وبيمسكها وبيقولها انه هالمرة قدر ينقذها بالشكل المناسب وبيضفيها وبيشربها حساء ساخن وبترجع يونيميري تصحصح وبتسأله عن عينه بيحملها هاكيا وبيمشي فيها وبيحكي لها انه ما كان حابب يزعجها بهالموضوع ولكن هي بتقوله انه ازعجها كتير لانه اخفى عنها هالشي وبتسأله اذا بيقدر يشوف بعينه وبالحقيقة ثنت بكبير تقريبا ومسبب لها هاكيا نسبة كبيرة من العمى وهو هاملها وماشي فيها بتكون لحظة رومانسية بينهم بتحس فيها يونيميري بالحب والخزل وبيلاقوهم بعدها مشروب البقية وبتظهر مروحة كبيرة من فوقهم من عائلة يونيميري وماما لانهم قلقوا على يونيميري واختفاقها وبيرجعوا بعدها كلهم بالقطار للبيت وبيحل الربيع وبيتابوا حياتهم المرتادة بالشكل الطبيعي بين بعض وبغزل هكيا المستمر يونيميري اللي بيحرجها فيه كل الوقت وبهيك بنكون وصلنا لنهاية هالانامي من اكتر شخصية حبيتوها اكتبو لنا بالتعليقات ووصلوا هالمقطع لالفين لايك وارجونا دعمكم الاسطوري بنشوفكم ملخص جديد ولوقتا سايونرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة